اهلا بكم الى موجز اخبار الان اعلنت قوات سوريا ديمقراطية انها ستبدأ الهجوم على مدينة الرقاء اكبر معقل لتنظيم داعش في سوريا في بداية الصيف المقبل وتوقع مسؤول عسكري من قوات سوريا ديمقراطية ان يزودها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة باسلحة ومركبات عسكرية عند بدء الهجوم المرتقب اعلنت قيادة القوات العراقية المشتركة استئناف المعارك شمال غربي مدينة الموصلة القديمة بعد فترة تعليق دامت لثلاث سنوات وبدء تأمين خروج العائلات الى مناطق امنة وتقترب قوات مكافحة الارهاب من استعادة حي الاصلاح الزراعي بالكامل فيما تستعد وحدات لاقتحام احياء العريبي والرفاعي والنجار لعزل حياء الزنجيلي والسبع عشر من تموز اخطر ما تبقى من معاقل داعش بالاضافة الى وسط المدينة القديمة المحاصرة من قبل الشرطة الاتحادية اعلن النائب الاول لرئيس الجمهورية السودانية بكري حسن صالح تشكيل حكومة وفاق وطني وقال بكري ان الحكومة الجديدة حكومة كفاءات ستتولى تنفيذ مخرجات الحوار الوطني مضيفا ان حزب المؤتمر الوطني الحاكم تنازل عن ست وزارة اساسية قتل سبعة عشر شخصا على الاقل واصيب العشرات في انفجار ضخم استهدف موكب نائب رئيس مجلس الشيوخ في محافظة بلوشستان المضطربة جنوب غربي باكستان واكدت الشرطة اصابة نائب رئيس مجلس الشيوخ البيكستانية عبدالغفور حيدري في التفجير كما اشار المسئول الى انه لم يتضح بعد ان كانت قنبلة مزروعة ام ان تفجيرا انتحاريا قد وقع هذا فيما لم تعلن اي جهة مسئوليتها عن التفجير على الفور ابدأ المنصق الوطني للاستخبارات الامريكية دانيل كوتس تشاؤمه الشديد حيال تطور الوضع في افغانستان في وقت تعتزم الادارة الامريكية تعزيز قواتها في هذا البلد وقال كوتس امام الكونغرس انه من شبه المؤكد ان الوضع السياسي والامنية في افغانستان سيتذهور طوال عام 2018 حتى مع زيادة المتواضعة في المساعدة العسكرية للولايات المتحدة وشركائها في الحلف الاطلسي وقع انفجار قرب مكتب بريد في وسط العاصمة روما وقالت وسائل اعلام ايطالية انه لم تقع اصابات نتيجة الانفجار الذي ربما نجم عن طرد مفخخ وفقا لصحيفة الجورنال الايطالية تعتقد الشرطة ان الهجوم ضرب من الاحتجاج وتستبعد فرضية الهجوم الارهابي الى اللقاء